كيفاش مضطرفين هذوما هذوما الدواعش أسهاينة إش يحكيوا على غزة ومواطنيها في وسائل الأعلام في البرايم تايم إشهو اللي قاعدين يحكيوا سيد علي حاضرين توت سويت هات نعطي الناس مو أملوا لسي أنتوني جوتيريش أمير عام المم متحته It is important to also recognize the attacks by Amaz did not happen in a vacuum The palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing But the grievances of the palestinian people cannot justify the appalling attacks by Amaz and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the palestinian people The protection of civilians is paramount in any armed conflict Protecting civilians can never mean using them as human shields. Protecting civilians does not mean ordering more than one million people to evacuate to the south where there is no shelter no food, no water, no medicine and no fuel and then continuing to bomb the south itself I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza Let me be clear No party to an armed conflict is above international humanitarian law To be aware of This is a clear position and we are trying to try to ask Antonio Gauterej It's important to know that this situation didn't stick from the heart to benefit from the which this situation he did not have been to oppose this situation he showed that he intervened منذ ستة وخمسين عام من الاحتلال الخانق يقولوا رأوا أرضهم تلتهمها المستوطنات بشكل مطرد وتبتلى بالعنف حكي على الجانب هذا يقول زادا الاقتصاد تم إعاقته تم تهجير الناس وهدم منزلهم وتلاشت أمالهم في التواصل إلى حل سياسي لمحنتهم قالوا زادا ما ينزمش زادا بره الهجمات اللي قام بها حماس وقال زادا العقاب الجماعي لشعب الفلسطيني غير ما عنده حتى مبرر يقول الحماية المدنيين أمر بالغ الأهمية في أي سراع مسلح يكون كأن حماية المدنيين لا يمكن أن تعني أبدا استخدامهم زادا كما دروع بشرية في الحروب الحماية المدنيين زادا اللي يحكي عليها أنه تهجيرهم إلى مناطق الجنوب حيث لا ماء وفيها ولا طعام ولا ماء ولا دواء ولا وقود استمرار في قصف الجنوب نفسه في حد ذاته بعد ما تم تهجيرهم يقول أشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الواضحة فما الانتهاكات الواضحة قانون الإنساني الدولي اللي تشهدها غزة لا وجود لطرف أي نزاع مسلح فوق القانون الإنساني الدولي وهذا يلقى معارضة شديدة من الكيان بعض الدول اللي هي مع هذا الاغتصاب للأراضي الفلسطينية هو الحق هو أنتوني قلتاليش هو من عام المتحدة سادس ولا سبعة من عام المتحدة منظمة المتحدة اللي هي موجودة بعد حرب العامية الثانية بعد تجربة عسوطة ومن بعد حرب العامية الأولى ما نجحتش ثم هذي هو الكيان الصهيوني هذا الشي سميه سميه إسرائيل إسرائيل جاء بمقتضى قرار التقسيم متع تسعة عشر نوفمبر ألف سمية وسبعة وربعين وهو القرار مية وواحد وثمانين متع نمو المتحدة أشي يقول القرار مية وواحد وثمانين يقول خلق دولتين دولة متوسمة بإسرائيل والدولة العربية الفلسطينية وعتع سبعة وخمسين في المائة لإسرائيل وثلاثة وربعين في المائة للفلسطينيين هذه يعني إسرائيل كان هي عندها وجود المنتظم الأممي هذا الكيان الصهيوني شرعة بما يسمع بالشرعية الدولية اللي هي البلدان الغربية أساسا وخمسة وثلاثين دولة فوتيروا معهم وبالتالي هو ذكارهم بلي هما كيما نساني قل لك أعطيني مضمون الولادة متأك مضمون الولادة الكيان الصهيوني في المنظومة الدولية جاي ملوم المتحدة ما قرر من المتحد قرر مئة وثمانين والقرار مئة واربعة واسعين يحكي على حق لأن وقتها تهجد 893 فلسطيني عام سبعة ورؤية وعام سبعة ورؤية يحكي على حق العودة للفلسطينيين إلى ديارهم وإلى أراضيهم المختصبة والقرار مئة وتنو حدود التي أقلها قرار مئة واثzeniu في اه حل الدولتين. والقالال تلاثمائة وثمانية وثلاثين بعد حالة وثلاثة وسبعين يقول وثلاثة وثلاثين واثعين يقول يخرجوا من الاراضي محتلة سنة سبعة وثلاثين. القدس والزفة الغربية والبلايس هذه الكل. يعني اليوم الفلسطيني اللي نجم يعفوا العباد اذا كان قادر التقسيم اللي هو مجحف. واخلاق الكيان الصهيوني اعتهم تلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثين في المياه. اليوم الفلسطينيين عندهمش تسعة في المياه. بما فيهم سلطة محمود عباس. يعني عندهم تسعة في المياه. سمانية الى تسعة في المياه من فلسطين كلها. هو ذكرهم بهذا. وقال كذلك اللي الفعل يسوي ردة الفعل وحماس ردة الفعل امتاحها لم تأتي من فراغ بل هي ردة فعل. وانه كذلك اسرائيل تنتهك في القانون الدولي الانساني ولا يمكن لاي طرف مسلح انه اه يتجاهل القانون الدولي الانساني. قال اشياء معقولة. واشياء تقليدية واشياء عادية واشياء منقوصة. لانه الامن بالمتحدة هي نفسها كانت خذت قرار في فترة المياه تعتبرها السهيونية شكل مشكلة عنصرية. ثم باللبي اليهودي والغربي دول الغربية. خذت قرار وانه نحات توصيف السهيونية بحركة عنصرية. فهمت? وهو محكيش على الابارتايد اللي موجود في فلسطين المحتلة. محكيش على التمييز العنصري. وما استعملش كلمة التتهيل العرقي. لكن قال اه لما تتحبت. هو ما هو تتهيل العرقي. هو انك تخرج ناس من تريتوال. كي مقاع في الواندا. كي مقاع في غزلوفيا السابقات. هو مستعملش كلمة هذه. ولغم هذا جموع قالوا نجبك تستكين. بشيواليك وانه كان يخذوا الغرب. احنا يحكيون لكسيدان الغرب. شكوونهم الغرب. هي امريكا ودول اوروبا الغربية. واليابان. هذي الغرب. ومزيد مع المسترالي. ونيوزيلندا. هذو مقدش عدده. مليار ومئتين. للسانية قدش فيه. ثمانية مليار دولي. الصين فيها مليار كثبت مليون. الهند فيها مليار ومئتين وخمسين مليون. الصين والهند وحدهم فيهم ثلاثة مليار دولي. يعني يعني مش يقول لك وانه هذي ما يسمى المجتمع الدولي. للكوميونيوتين تلسونان. هي حكومات الدول الغربية. ما نبه شعوب الدول الغربية. فبتيت. هي يمتاحهم. طولهم المتحدة هي يمتاح. هي يمتاحهم. ولغم هذا هما. حاشتم بها كيفية. مش نظين. مش نظين. يحبوها تولي صحيونية وتقول. فلسطين يجب أن تقتصب. الأهالي يجب أن يهجروا. مشروع قتل الأطفال. مشروع إيقابة مستوطانات هذه المقتصبات الزيونية. ومشروع حرب إسرائيل. في مزارع شبعة. في الجولان. في غزة. في القطاع. بكل شيء. بربي واحنا نحكيه في نفس الموضوع. مش بعض برش. خلينا بربي نشوفه العدو. وفي حد ذاته. كيفاش يخزر للحرب هذه. خلينا نشوفه زادة وسائل العلمة الفرنسية اللي هي كيفاش تعدي في خطاب إرهابي واستقصالي بامتياز. وتسائلوا هوني بربي الدروس اللي قد مفهلينة في أنه الخطاب الحقوقي اللي نجمي يتعدى. معناها هاي كلام كيف ما هذي. عادي أنه يتعدى في تالوزة مثلا. أم برايم تايمة. يشارعن لل. أعلم نهضب التجھول الأدعوم في البحرن ما هذي حدود مع الإثار Reed compliqué cالتايمة لا يت embarhernه في تالي. خئ един定اره في المعرفق لا عليهاirtعardan من thats nuestro علياه من الملكة الثالته مع القمر بلح ف труд المد في شعซها من المقاطق الجهازين. و compañتنا اعفر samen فيوا بإحبائناً لك undermهوا سيتم Lumin internation كما ي PTSD يا روزان هنا حد picked المقتجرة، على قرار الرغم س في حصول البحر دي تم الآخر جهزة من الفم موسيقى 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 هي من التونسي. فيه شخيك. كم اشتخوا منظومة قايمية ساعنا انظر. 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 بلادنا ازيم. ايه شنوه انتي استعملتنا واستعملت اه مالي واستعملت اه المغرب والنزيل. وبنيت بلادك على ديماء الشعوب. على ديماء الشعوب. بالجماجم. بالجماجم تالعباء دي. اه عليها دائم. اقعهم اذا نتعامل تونسي. انا اتمامل احبالها العرابي اعطيها الارب. الشعوب اعطيها بيناد. اه كم تياريخ وفظهم اعطيها الارب العالمينين لديهم الارب العالمين. كم معينه فاكام عيشة معه. انا يغير قد يوما غير ذوي. الشخصية النهائية نصوحه. ويكون يعطي له ذلك. ويكون معناها. لأنه ليس يعطي له ذلك اليوم بلنسبة ليهم سمع رؤيا عنصرية. هي متماهية كذلك مع رؤيا سهوينية ورؤيا المركزية الاوروبية والمركزية الغربية. ولا العالم. هما سلط العالم. هما في الواسطة والأخر كله محيط. هما رجل الأبيض. هو الرجل المنتصر. ويجب أن ينتصر. حتى احنا. احنا بيض. يعتبرون انه كلاسيفي من الشعوب البيضاء. لكن بخطرك مسلم يجب أن تكون لفيز دقار. انت يا ابناء سحبت سيدنا ابراهيم بالنسبالي. لأنه مرت وهي سارة. وسحبت ذلك. جبت سبعيل وجبت. انت مروا معقولات واسرائيل في النظرية الصهيونية متاع تيودو الهردل ويزمان والجماعة. يقولوا احنا شعب الله المختار ونحن فرقة ناجية والأخرين هما الممسوخين. وبالتالي النظرية التفوق اللي عند الاسرائيليين كشعب مختار. تتلقى مع نظير التفوق متاع الغربيين. والله وطلعوا بيكذوبة اخرى تاريخيا وهي تدليسة تاريخية كبيرة. قالوا السيفوليزازيون جوديو كريتين. عالتدي وقتاش كان سمع حذارة مسيحية يهودية. مثل ماذا؟ تم غريكو رومانو كريتين. اعربوا مجرماني جويف. يهود كانوا دايما من جانب العرب. وكانوا مستهدين. وفي الحرب الصليبية يحاربوهم ويقتلوهم. وفي الكنكيستة اللي عملوا في اسبانيا قتلوهم وهاربوهم وجواوا تخبئوا عنها. فهمت؟ لذلك التقى هؤلاء. لديوز اكسيدان دو الهتوار. الزوز الحواريس المؤلمة في التاريخ. هالي هما النظرية السويونية. والنظرية الاوروبية المركزية. تلقاه مع بعضهم. بش يقولوا نحن متفوقون. فيش بتفوق. اعطيني انكوا انتي بتفوق. اليوم لأولادة التونسية في الطب متفوقين على الفرانسيس في الطب. المهندسين التوانسة متفوقين على المهندسين الفرانسيس. الشباب التوانسة والجالية التونسية اللي تخدم في مجال المال. مخترقت وداخلته وعندها معناها دي تدو بون خارقين العادة. اليوم هذي نظرية بقى احنا اكتعرف كني يقولوا كنا قبل اللي قاد وقعدين فربط. شوفوا واحد متعدي ومهنده متكستم وسلموا عليه لعباد فهمتي? وهو لعبها ما يعرفش لعباد. هاش يقولوا. يقولوا بابا تركي في كبلا. مشالوا المال وقعدوا لعباد. كان من الممالية وكان من عاية البيات وكان مجمعة كذا. قاد بك النظرية هو حتى فينا احنا يعتبر روح وهو معناها من شعب الله المختهد. كل واحد ينظر يروحو لهو الصرعة تعالى العالم. وهذي يخليه وليس كما هكا يحكيه. طوا السيد انت كيت تغذر له. هليس شرقيا? نجم يكون تونسي يكون ديبي نجم يكون زي. هكا اللي. هكا اللي. شاركي شاركي. يعني هو ما. قالك لا. هو هو سيدنا عيسى. ما فلسطيني والله. مولود في الناصره. جزيز نظره. وفي بيت لحم وعاش فلسطين. قبل اللي شوف حتى الكنيسة كي كانت تمثله في المسيحية بداية. كان اصمراني مثلنا. ما بعد ولا بيضوا عني يزرق. كما الفي كينج. شو مجيب سيدنا عيسى الفي كينج. فهمت. يعني ديما يحاولوا واندم يعملوا تمثلات لتبرير عقدة التفوق. وهو ما فيش متفوقين. متفوق بالحديد والنار. تهاما شنو بحالكم. الحظارة الهندية والحظارة العربية الاسلامية والحظارة اللي بزارة موجودة في حيات العباد اليومية. اليوم حتى البلدان المتوسطية كما فرنسا وايطاليا للأسف مخذي الموقف اليوم معصة هونية. في حين انو دقار ولا جسكال زرطاء ولا شلاك ما كنتش عن الموقف هذه والاندريوتي في تالي ما كنتش عندي الموقف هذه كيف تتوى موقف اليونان وسبانيا. كانوا عندهم موقف هكا. على الاقل فيها ام بيمول. اليوم تتوى انتي الزيل وتونس في المغرب قداش يوم. مئة مليون عقل حجم. يعني ستة واشوار بعين مليون في المغرب. تقريبا بعين مليون في الزيل. ثلاث مليون في التونس جديد بشكل بيهذه المئة مليون. ايه احنا الدبرن بتاع فرنسا. تقريبا. تدخل مع الكتاب في تونس. معنا مع الكتاب سنة ورنة. سبعين في المئة بالكتب في الفرنسوية. انا استدعوني. عندي كتاب مشي تقدمت في السالان دو ليفرم تاع باريس. قلت له ما اجب بيه بلوس دو ليفرم في الفرنسوية في مع الكتاب في تونس كو في فرنسا. استدعوني داع الشركة انجليزية امريكية. وعطوني داعوني هكا كتاب بسغير في غلطة بالفرنساوية. قلت له في بلد كم تعملوا. سنون دو ليفر في باريس. وتقاوه المئة بشتغلتوا حتى بالفرنساوية. هذه لما قال رامس في اوروبا هي القارة العجوز. يخي روبة شنية ما عادش فيها اكشاشر. وعبيد بانها انتهيت حياتهم. وليتو دي سويسيد كبروس في في اوروبا سكوندنافية وخلو. والدنيا ظلمة. وما يشوفوش الشمس. وقاعد يلي يحسبو الوحم هما خير من الفرعنة. وخير من القرطجانيين. وخير من العرب. وخير من الهندوس. وخير من الشنوة. حتى الشنوة كانوا يقولوا الامبير دي مليو. كانوا يقولوا انه هو الامبراطول هو ديبوزيتار المتاع السلطة الالهية. وهو في مركز العالم. وعليش عملوا الحيطة ذاكة حقط الصين العظيم. سورة الصين العظيم. اللي حاجة اللي حاجة اللي حاجة لتجمع القاملة. مش كيجيوا بعدو ولا بعد ثلاثة الاف كيلومتر. معنا يجي زادة معنا. يحاربو هو السعودي. محاربوشو انما يخلط تلخون البلاء. خمسة. ويعتبروا بها حملهم دي مليو. يعني اليوم واحد قال. انا بالنسبالية ما هو شي صراع ما بين الجهل أو الجهالات أو الجهلات أو المجموعات الجهل. خلال ذلك. خلال النساء. نتعاعت الاجهة بذي لكم يا ربما. يعني ذلك ديبان لاجوا. يعني ذلك فرانو يوجد فرانو يجربون ونحط قدام باروكيه تاف باروكيه والباستيس والوحدة ذاك فنحط باروكيه هاك والليكات ونبعد نقول لهم اه ما عجب دار كلمة فانفاران فانفاران ولا ماتامور ماتامور معنى اهلي تفخر جاي من ماتامور ولي يقتل العرب ويبدأ قول الكارنا ونعمل له تيه سيب عليك يقول دي مدينة التونسي يقدم من قرطاج مدينة القيلوان اقدم اقدم جامعة في العالم جامعة هي جامعة زيتونية يلي كبش ادخد في السياق التفاضلية ملحبوش انتيحوا في المنطقة هذا لكن مدام ادخلت في هذا وانتي اليوم فاش على يسيدي العالم قاسوينه ومدقرقينه وعملينه يخي انتي كانت تاخد يال اليهودية في العالم اجمع اليوم قداش 13 مليون في العالم اجمع احنا تونس نخلط عليهم تقسم العالم وتخلق معناها هكاية صراعات كبرى وتبرر انت كدولة فرنسوية رئيسة البرلمان مشيت والشيلا فاندالين رئيسة المفاوضة الاولوبياء كلها مشيت كلها مشيت ماكرون البتي مشيت يعني الكل كم مشيتوا بتشاندوا في قتل وفي سحل متاع اطفال وقت اللي قتل ليس اخذ الموقف والي توضدوا هاي لا حيوة لوني هاي نخرجوا منها لوني عالش ليه هاي نخرجوا منها لوني شلا بحين منها احنا شنعملوا به ايه دوغول كان سمير مشان فمتا ماليه انفم دي كونه ماليه حاجة بشنرجو بعد شوية بشنرجو نحكيو على بالنسبة الى هذه الحرب والمواقف ناخذوا تونس ومصر صندوق النقد الدولي والغرب من جانب اخر هذا المقال اللي هبط فيه مونتي كارلو دوليته نرجو لهم بعض شوية بالتحليل والنقاش شكرا